رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية التعديلات الحكومية المقدمة على قانون تنظيم الخبرة يأتي ذلك فيما أجلت لجنة الأولويات البرلمانية مناقشة التقرير الحكومي حول خطة التنمية إلى الأسبوع المقبل لحين استعراض مجلس الوزراء للتقرير والبتفي أرجعت لجنة الأولويات البرلمانية النظرة في تغييم أداء الجهات الحكومية بشأن تنفيذ خطة التنموية لحين ورد تقرير المجلس العلى للتخطيط إليها بعد عرضه على مجلس وزراء واعتماده وقال مقرر اللجنة النائب أحمد لاري أن اللجنة ستتأنى بإعداد تغريرها بعد استكمال كافة المعلومات والبيانات المتصلة بشأنها فتم تأجيل عرض الأسماء والجهات إلى الأسبوع القادم لأنه حسب الناحية القانونية مفروض أن يعرض الموضوع بداية على مجلس وزراء ومن ثم يتم إحالته إلى مجلس الأمة لاتخاذ ما يرى مناسب وللعلم نحن كلجنة أيضا عندنا تقييمنا حسب سلسلة الاجتماعات وأيضا تقييمنا للجهات من حيث التنفيذ أو التأخر بالتنفيذ للخطة من جانب آخر رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية التعديلات الحكومية المقدمة على قانون تنظيم الخبرة وأبقته كما أقر في المداولة الأولى خلال الجلسة الماضية كما رفضت اللجنة رفع الحصانة النيابية عن النائب سلطان الغيسم في غضية جناح صحافة فيما وافقت اللجنة على التعديل على بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة للتغذية وأحالته إلى اللجنة المختصة استعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الخبرة الصادر بمرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 بعد أقراره بالمداولة الأولى تم التصويت عليه بإجماع الحاضرين برفض تعديلات الحكومة في سياق آخر أشار عضو لجنة المرافق العامة من سر مجلس الأم عاد الإخرافي إلى وجود تعديلات جوهرية طرأت على قانون البلدية 5 على 2005 شلنا بعض التخصصات فشيلت بعض التخصصات وتخفيف عن البلدية هذا أمر إيجابي أيضا وضعنا لحطينا مادة جميلة جدا إذا اختلف الوزير مع المجلس البلدي عادة يروح مجلس الوزراء بروحه ويقررون اللي يريد الوزير الآن يجب استدعاء مجلس البلدي علشان يؤدي دوره ويكون وجها لوجه أيضا هناك فترات للمعاملات لا تتأخر في مشاريع التنموية للبلد أرجد دير بالذكرى أن قانون البلدية 5 على 2005 مدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة وقد أخذت دراسته طوال أدوار الإنعقاد الماضية محمد النبهاء من مجلس الأمة تلفزيول كوت ترجمة نانسي قنقر